بيتمتع لبنان بثروة مائية كبيرة وهيدي الثروة إذا تم استثمارها والاستفادة منها بتكون مصدر لتوليد الطاقة فبينما لبنان عايش بالعتمة قادر يستفيد من ثرواته لتوليد الطاقة عبر المعامل الكهرومائية وبالتالي تخفيف من ساعة التقنين وأهمية هالنوع من المعامل إنها بتنتج طاقة بلا كلفة لكن هالمعامل بتحتاج لترميم وإعادة تأهيل هالأمر يلي بالطبع بيتطلب تمويل فشو أهمية هالمعامل؟ بداية الكل بيعرف أهمية المعامل اللي بتشتغل على الطاقة المائية لأنه هايدي معامل ما بتتطلب إلا صياني وتشغيله وبالتالي ما بتتطلب أي محروقات لتشغيلها والمي والمجاري المائية كلها ملك الدولة اللبنانية فبالتالي هايدي بتكون أرخص طاقة منتجة من قبل كهرباء لبنان بحسب دراسة لوزارة الطاقة أظهرت أنه إذا تمكن لبنان الاستفادة من كل المجاري المائية يلي بيملكها بيقدر يحصل على 331 ميجاوات من الطاقة لها السبب هتمت وزارة الطاقة بإعادة تأهيل هالمعامل ومنها معمل رشمية يلي أنشئ بالعام 1933 وقدرته بتوصل لـ 14 ميجاوات معمل رشمية عمدنا بداية بولاية الوزير باسيل إلى إعادة تأهيل المجموعتين الموجودتين اليوم وكان في مجموعة مضروبة من وقت الإجدياح الإسرائيلي ما قدرنا نصلحها لأنه طبيعي صاروا كتير إقلالي الشركات يلي بيشتغلوا أو اللي بيصنعوا هيدا النوع من التوربينات لأنه المعمل قديم جداً المعمل كان شغال من سنة 1933 يعني رح يصير عمره 90 سنة لهيدا المعمل كذلك الأمر عمدنا لما كنت أنا وزير للطاقة إلى بناء محط التحويل رئيسية للمعمل لوصلوا بالشبكة على 66 كيلو فولت والكل اللي بيتذكر بالوقت لأنه بمناسبة تدشين محطة التحويل أعلنت أنه تم تلزيم شركة جديدة إعادة تأهيل المعمل مع المجموعة الثالثة يلي كانت محروقة من 82 أو من 83 وبالتالي هون انطلق العمل على إعادة تأهيل المعمل أما عن أسباب توقف المعمل عن العمل بالأسف يلي حصل من بعدها من أحداث 17-20 والكورونا وانهيار العمل أدى إلى أنه المتعهد ترك المشروع لأنه طبيعي مع انهيار العمل والدولة بتلزم باللبناني ما عاد قادر المتعهد أنه يكمل المشروع أو ينفذ المشروع بالسعر اللي هو ملتزمه إضافة إلى ذلك أدت الأمطار الكسيفة بكانون الثاني لـ 2019 إلى انزلاء للتربة ببلدة كفرنيس وأدت إلى كسر الأسطل البنستوك اللي بينزل الماء من بركة كفرنيس لمعمل رشمية تيشغل المعمل وأدى إلى توقف المعمل وفي دراسة أجريت بعهد وزير الطاقة السابق سزار أبي خليل وافقت منظمة USA على تمويل إعادة تأهيل هالمعمل ورح يتم الإعلان عن هالأمر الخميس المقبل بـ 28 الشهر الحالي أكيد هيدا رح يؤدي إلى تأمين الكهرباء بالمنطقة اللي هي حوالي 17 ضيعة المجاورة لمعمل رشمية أكان إلى جهة قضاء عليه أو إلى جهة قضاء الشوف رح يكون في عندهم كهرباء زيادة كذلك الأمر هيدا تم بالسابق النقاش مع مؤسسة الماء ومؤسسة الكهرباء إذا كان فيه يأمن كمان الكهرباء إلى محطات المياه حتى ما تنقطع المياه عن أهلنا بالجبل هالأمر أظهر أن مشكلة الكهرباء في لبنان هي مشكلة تمويل هيدا بيظهر مرة تانية أن مشكلة الكهرباء في لبنان منى أكتر من مشكلة تمويل لأنه كل الخطوات معروفة شو هي مدروسة قبل خطط موضوعة مناقصات ونجزت بعض الأعمال بتبلشت إنها ما توقفت بسبب التمويل أو يعني انتفاق التمويل أو التوقف عن الدفع من قبل الدولة اللبنانية ووزارة الميلية ببعض الحدث إذن لبنان عنده ثرواته يلي بتعطيه الإدراع على تأمين احتياجاته وهيدا يلي عملت على تحقيقه وزارة الطاقة لكن إعادة تأهيل المعامل الموجودة أو إنشاء معامل أخرى بيتطلب تأمين التمويل اللازم وأيضا إطلاق مناقصات بتجزو بالقطاع الخاص وبالتالي تغذية ألاف المنازل بالطاقة والتخفيف من العبق على المواطن وعدم تركه تحت رحمة أصحاب المولدات على أمل أنه يمتد هالأمر لإعادة تأهيل المعامل المتبقية